رحمن الرحيم أعزائي أبناء وبناتي طلبة الصف الأول الثناء والصناعي برنامج فني أجهزة إلكترونية أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وحدة الإلكترونيات الوقمية كنا تناولنا في الحلقتين السابقتين مقدمة عن الإلكترونيات الوقمية إحنا بنستخدم الوحدة دي في إيه أو بنستخدم المادة دي في إيه وقلنا ساعتها إن إحنا الإلكترونيات الوقمية دي دي اللي بنبدأ فيها الأساسيات الخاصة بالدوائر المنطقية اللي إحنا هنطورها بعد كده وهنجمعها بعد كده في وحدات مقبلة زي وحدة الدوائر المنطقية المتتبعة بناء القلبات والعددات والمسجلات اللي هما بيكونوا في الأساس الكمبيوتر استراكتشار أو بناء الحاسب الآلي يعني إحنا السنة دي وحدة الإلكترونيات الوقمية هندرس أساسيات بناء الحاسب الآلي أبتكلم على أساسيات البداء هاردوير أتكلم على هندسة الحاسب الآلي طيب بالحلقة الماضية اتكلمنا عن الأنظمة العددية بعض التعائفات المهمة جدا اللي هتقابلنا في أول تقييم وابتدينا في بعض التحويلات العددية البسيطة المعارضة إن شاء الله هتكلم عن التحويل من النظام العشري اللي هو الديسيميل للعديد من الأنظمة الأخرى يعني هنحول من العشري للسونائي اللي هو البيناري ومن العشري للسوماني اللي هو الأكتل ومن العشري للسوداسي عشر اللي هو الديسيميل مهم جدا أي إنسان بيدرس الحاسب الآلي لازم يتعرف على الأنظمة دي ويقوم بالتحويلات المختلفة بين كل نظام عددي ونظام العددي الآخر طبعا الحلقة بتاعتناها تبقى متنوعة عن أمثلة وتمعين وأنشطة موجودة عندنا في دليل الطالب الشغل بتاعنا أو الأمثلة أو التمعين وبعد كل ده إذا قدرنا ناخد نشاط أو اتنين من الأنشطة دي المادة في المرحلة دي أو الوحدة في المرحلة بتاعتنا دي بتاخد شكل رياضيات خلاص وهي حتى بعد كده هتكمل فيما يسمى الجبر البوليني أو بولين الجبرا وخرائط كارنوف لكارنوف ماب يعني المادة بشكل كبير جدا شبيهة بمادة رياضيات خلاص نبتدي ببعض الأفكار أو بعض الأمثلة اللي هي بتتكلم عن التحويل من النظام العشوي للنظام السونائي زي نحول من العشوي للسونائي ومن العشوي دي السوماني ومن العشوي للسوداسي عشر الفكرة بسيطة جدا قل اللي أنا بعمله عشان أحول من نظام العشوي لأي نظام من الأنظمة دي إن أنا بعمل آآ ثلاث خنات وبكتب في الثلاث خنات دول آآ المقسوم والمقسوم عليه والباقي ببتدي أعمل عملية اسمة عادية جدا زي اللي درسناها في المراحل السابقة وبقدر في النهاية عن طريق عملية الاسمة دي زي ما احنا هنشوف إن احنا هنطلع قيمة التحويل أو قيمة الناتج بتاعنا آآ الاسمة هتبقى علي إيه الاسمة هتبقى علي أساس النظام بمعنى أنا لو عايز أحول من العشوي للصنائي هقسم على 2 زي ما نشوف الأمثلة لو عايز أحول من العشوي للصوماني هقسم على أساس النظام الأكتل اللي هو 8 لو عايز أحول من العشوي للهكسا ديسميل هقسم على أساس النظام اللي هو 16 ڇ بأنا بأجيب الرقم اللي أنا عايز أحوّله الرقم 10 بتاعي العدد 10 بتاعي بعد كده بأسم العدد العشر دوت على 2 أو 8 أو 16O على catch 6 النظام بتاعي. واليبأكتب ناتج الاسمه تحت الرقم وبعد كده بيبأ عندي باقي مفيش باقي بكتب 0 في خانة الباقي مش هتبقى فاضح بكتب 0 برضو. في باقي بكتب الباقي في خانة الباقي. flirt اللي همنا من عمليات الاسمه دي مش المقسوم أو المقسوم عليه في النهاية. الناتج بتاع اسمه بتاعي هو اللي انا هاخده من الخانة بتاعت الباقي. اللي انا هاخد اللي واقع ما لايطلع لي العدد لايطلع لي في الخانة بتاع الباقي. هو ده ناتج عملية التحويل. تعالوا الروح لاول تمرين عندنا. وبيقول لي اوجد التحويل من نظام العاشر لاي نظام اخر. خنبتدأ بالنظام الصنائي. بيقول لي حول العدد اتنين وخمسين عشوي للنظام الصنائي. يعني عندي عدد اللي هو اتنين وخمسين. ده بالنظام العشوي. عايز احوله للنظام الصنائي. هنعمل ايه زي ما قلنا? يبقى اقسم على اساس النظام. عامل الثلاث خانات بتاعي الاول. الثلاث خانات بتاعي هم. بالشكل ده. بعد كده ابتدي اكتب المقسوم. المقسوم ده اللي هو واقم اللي انا عايز احوله. المقسوم عليه. المقسوم عليه ده اللي هيبقى اساس النظام. والباقي. وابتدي اجيب راقم بقى بتاعي. اللي انا عايز اشتغل عليه اللي انا عايز احوله. اللي هو راقم اتنين وخمسين. ده بالنظام العشوي. وابتدي اتعامل معي. وابتدي احوله للنظام الثوني. هبتدي اقسم على كام? هقسم على اتنين. يبقى اتنين وخمسين. على اتنين. هيبقى ستة وعشرين. طبعا ممكن استخدم الى الحزبة عادي جدا. يعني مسموح لها استخدام الى الحزبة في التحويل. لكن مطلوب مني طبعا ننظر خطوات الحل اللي قدابي دي. انما لو هقسم اتنين وخمسين او هقسم اي رقم بالشكل ده. ما من الحق ان هستخدم الى الحزب. تنين وخمسين على اتنين فيها ستة وعشرين. الباقي مش هيبقى فيه باقي خالص. يعني اتنين وخمسين اه ستة وعشرين في اتنين وخمسين. هبتدي اقسم على نصص النظام تاني. ستة وعشرين على اتنين فيها طلعت عشر. وبرضو مش هيتبقى حاجة. يبقى عند الباقي هنا صفر. اقسم التلاتاشر على اتنين. انا دايما الاقسم على اتنين لان عايز احاول ل manque الثانيين التلاتاشر على اتنين فيها الستة. ستة في اتنين بالتنشر يبقى هيتبقى واحد يبقى في الخادية الباقي هنا هكتب واحد. طيب. هاجع بقى اقسم ستة على اتنين. فيها التلاتة. تلاتة في اتنين بستة. مش هيتبقى حاجة. في الباقي هيبقى عندي صف. واسم التلاتة على الاتنين. هتساوي اتنين. تلاتة على الاتنين هتساوي واحد. تمام? واحد في اتنين بتنين. يبقى فيها هيتبقى واحد من التلاتة. يبقى انا عندي انا في الباقي واحد. وواحد على اتنين. فيها الصف ويتبقى واحد. بس كتير بتطلق بها في الجزئية دي. او تبقاش مقتنعة بالجزئية دي. هو واحد على اتنين. يقول لي مش هينفع. هو هيساوي واحد على اتنين هيساوي نص. لأ. مش هادل الفكرة. ده كل اللي يهمنا احنا قلنا خانة الباقي. فانا لا يعنيني هو هيساوي ايه هنا او هيساوي القيمة بتاعته هنا. وبالتالي اعتبرني عشان انا امقتنع اعتبرني ان انا بقول صفر على اتنين. مش صفر على اتنين بصفر. لكن هنا واحد. مش صفر. ايه الفرقة بين الواحد والصفر? الفرقة بين واحد والسفر اللي هو الواحد. عشان كده قلت الباقي واحد. تاني. انا هنا بقول واحد على اتنين. اعتبر ان انا هقول سفر على اتنين. سفر على اتنين بكام? بسفر. طيب. طالما ان انا قلت واحد على اتنين. يبقى الفرقة بين السفر والواحد. واحد يبقى هنا هكتب في خانة في خانة الباقي واحد. تمام كده? طيب. انا خلصنا عملية الاسمة. ابتدي بقى ايه? اكتب رقم بتاعي. فين الناتج بتاعي? الناتج بتاعي هو الباقي اللي هو ده. طيب. هكتب من اليسار لليمين وهلا من اليمين لليسار. خلينا نفتكر الاول القيمة الاعلى اللي هي الاقل قيمة. ماشي. وخلينا في القيمة الاعلى اللي هي المست او الاعلى قيمة. الليست. دي بسميها الليست. الاقل قيمة. ودي المست اللي هي اعلى قيمة. يبقى السفل لفوق ده يبقى اقل قيمة. والقيمة والام داية اللي هي المست الاقصى واهمية. وابتدي عن الاقام دي بقى. طيب اذا كده يبقى الاقل قيمة هيبقى موجود في اليمين. يبقى الواقم بتاعي اللي هو اتنين وخمسين عشري. هيساوي. وابتدي عن الاقل الواقم دوت. خلاص. يبقى الاعلى قيمة قلنا واحد. واحد. اللي هو ده. صفر. انا بقى اللي من تحت الفوق كده. صفر. اللي هو ده. واحد. صفر. صفر. صفر اللي بيساوي. ده رقم السنائي. اللي هو بيساوي الواقم اتنين وخمسين عشري. يبقى اتنين وخمسين بالنظام العشري. هيساوي من الشمال اللي مين واحد واحد صفر واحد صفر صفر. بنطلق بطشي. يبقى المست هو لا يبقى تحت. والليست هو لا يبقى فوق. خلاص. ده بتكلم مع فيه الارقام او في الاعداد الصحيحة. تعالوا نروح لمثال اخر. بيقول ايه المثال? المثال بيقول لي حول العدد مية واحد وتلاتين عشري الى مكافئه السوماني. بيقول لي حول العدد مية واحد وتلاتين عشري الى مكافئه السوماني. هنا بقى مش هقسم على اتنين. هنا اساس الفكرة واحد. اساس الفكرة عندي واحد. اللي هو اللي هو ان انا هعمل الخانات بتاعتي. اللي هي خانات القسمة. لكن طبعا هكتب بقى البيانات هنا فوق. خلاص. هكتب هنا المقسوم. المقسوم عليه. وهنا الباقي. ونفس الافكار ونفس الطريقة الا ان انا بدلا من اتنين. زي ما قلت بجيب بحول من عشري السنائي. هقسم على كام? هقسم على تمانية. رقم بتاع عشري مية واحد وتلاتين. مية واحد وتلاتين هقسمه على تمانية. تلات عشر على تمانية. هتبقى فيها الواحد. هتبقى خمسة. واحد وخمسين على تمانية. هتبقى فيها ستة. ستة في تمانية. تمانية وعبين وهيتبقى تلاتة. يبقى عندي الباقي هيبقى تلاتة. وخانة الباقي هي الاهم او هي دي اللي انا باخد منها نتج اللي هي التحويل. ارجع تاني. هقسم على تمانية تاني. يبقى هقول ستة عشر على تمانية. هتساوي اتنين. اتنين في تمانية تست Companies تستوي اتنين بالزبط. يبقى عندي هنا مفيش باقي يبقى الباقي سفر. طيب. ست عشر على تمانية تستوي اتنين. عسم تاني على تمانية. اتنين على تمانية. اتنين على تمانية. هتساوي سفر. ويتبقى اتنين. شرحنا في المسال السابق ما انه مكونوا بلحاول للسناء. اعتبر ان انا هقول سفر على تمانية. سفر على تمانية بكام? بسفر. طب الفرق بين السفر والاتنين كام? اتنين. يبقى هنا هقول اتنين على تمانية هتساوي. سفر دي الفكرة يعني. اتنين على تمانية بتساوي سفر. بس هيتبقى كام? هيتبقى اتنين. ولا ليهمني في القصة دي يقول لا الباقي. لان الباقي ده هو اللي ناخد منه النتيجة او الباقي ده. هو اللي انا ناتج التحويل بتاعي. تب فين المست وفين الليست? فين الاقل اهمية? هنا اللي فوق ده هو الال هو اللي هيبقى اقل اهمية. واللي تحت هو اللي هيبقى المست ماشي. هو اللي هيبقى اعلى اهمية او اعلى قيمة. طيب يبقى ده كده اقول النتيجة. مية واحد وتلاتين عشوية. هيساوي. وهنقل اوقنا مدود. طبعا الاعلى هنا المست هيبقى اه في الشمال او في اليسار اتنين صف تلاتة. بس بالنظام بقى ايه? الثميني. كده احنا خدنا. المثالين? المثال الاول مثالة بسيطة طبعا. المثال الاول ان احنا ازاي حولنا من النظام العشري للنظام السونائي? عملنا ثلاث خانات. اسمنا رقم. عملنا ثلاث خانات الرقم مقسوم. اللي هو رقم لو عندنا عشرة اساسة اللي عايزين نحوله. المقسوم عليه اللي هو اساس النظام. اللي هو كان اتنين اما كنت بحول للبيناري او الثنائي. او تمانية اما كنت بحول الاكتل او النظام الثوماني. والخالة التالتة كانت خالة الباقي اللي انا باخد منها النتيجة. اه ولا باخد النتيجة من اطلق باتش. اللي فوق هيبقى الاقل اهمية. واللي تحت هيبقى المصد اللي هو اعلى اهمية او اقل قيمة واعلى قيمة. وبالتالي هبتدي اكتب اللي تحت باليسار. وهبتدي اطلع لفوق ولا باتتجي تحت اليمين. ولو عايز يكتب رقم من اليمين اليساري يبقى هبتدي باللي ايه? بين اللي فوق. لكن الوقت اللي همتعودين نكتب الأرقام من اليساري الى اليمين. يبقى ابتدي من تحت اللي هو الاعلى آآ قيمة وبقى امشي ناحية اليمين لحد بوصل لفوق للاقل قيمة. طب. ده بالنسبة تحويل العشري للصدائي وللسوماني طب لو عايز احول اه اي رقم او يعدد من النظام العشري للسوداسي عشر لو عايز احول من العشري للسوداسي عشر او الهكسة نتذكروا بعدها بسرعة ان السوداسي عشر دوت ايه هي الرموز بتاعته الصفر الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ما بقولش عشرة بقى عشرة دي هتساوي ايه بعد كده بي بي اللي هي احداشر سي اللي هي اتناشر دي تلاتةاشر اي اربعتاشر اف خمسةاشر يبقى انا في النهاية بعد ما بقول تسعة بقول اي بي سي دي اي اف وكل رقم من كل رمز الرموز دول طبعا زي ما احنا قلنا بيرمز للقيم من عشرة لخمسةاشر انا مش بكتبهم كده بنكتبهم برموز دي طيب نفس فكرة التحويل زي ما حولت من الدسيمل ليه البيناري والاكت building أحول من الديسمل ليه الهكسا ديسميل او من العشرة للسلسة عشر هقسم على اساس النظام همل التالت خانات خانة المقسوم اللي وقم الموجود عندي العشرة اللي عايز احوله للسلسة عشر المقسوم عليه هنا بقى هقسم على اساس النظام واساس النظام السلسة عشر ستاشر والخانة التالتة طبعا هتبقى خانة الباقي اللي هو الخانة اللي احنا هناخد منها ناتج التحويل بتاعنا او النتيجة بتاعتنا طيب خلينا نروح لمثال كده على النظام السوداسي عشر بيقول لي حاول العدد 284 حاول العدد العدد اللي عندي 284 دوت بيه النظام العشري عايزني احوله بالسوداسي عشر طب هعمل ايه نفس اللي انا الشغل ان اشتغلته قبل كده هبتدي ان انا اعمل التلات خانات بتوعي ارهم هنا المقصوم المقصوم عليه وهنا الباقي طيب ابتدي باكتب راقم متاعي راقم اللي انا عايز احوله العدد اللي انا عايز احوله اللي هو ده اللي هو 284 حاسم على كام انا عايز احول من عشرة سوداسي عشر يبقى السلسة النظام ستاشر واقول 284 على ستاشر 284 على ستاشر ممكن استخدم ايه الحزمة طبعا حاسم 284 على ستاشر 284 على ستاشر هتطلع لي ان هي بتساوي 17 وهيتبقى اتناشر يعني ازاي ستتلعي 17 244 على ستاشر هيتلاقي السبعتاشر ابن حضر 17 في 16 هتبقى بمتده 72 طيب هيتبقى من متده 72 للمتده 84 كام؟ هيتبقى 16 تاني متده 84 على ستاشر هيتلع لي 17 وهيتبقى عندي اه 12 جات مدين لان 16 في 17 بمتده 72 متده 72 من متده 84 هيتبقى عند 12 واكتبها في خالة الباقي 12 مفيش مشكلة هكتب 12 بس افتكر جنب ال 12 وهكتب ال 12 دي C لا فيش هاسبها 12 في النظام السوداسي احنا قلنا ايه بعد التسعة A B C D E F يبقى 10 A 11 B 12 C يبقى هتبقى C تمام؟ وينكمل الحل بتاعنا خلاص بقى تساءل كده 17 على 16 بوده هردقسم على 16 ولحد ما هي تخلص خالص زي المسالين السابقين 17 على 16 هتطلع بتساوي 1 1 في 16 16 من السبعتاشر يتبقى 1 يبقى في خالة الباقي هنا 1 تحت السين طيب 1 على 16 هنقولنا هتبقى 0 0 على 16 بس 0 لكن هنا واحد الفاق بين الواحد والسف الواحد يبقى هيبقى فيه يبقى 1 على 16 بس 0 وهيتبقى كام وهيتبقى 1 ماشي ما ننساش ان احنا قلنا ده الاعلى قيمة الاعلى قيمة اللي هو اللي تحت والاقل قيمة اللي هو اللي فوق يعني ممكن اقول هنا ان 284 بالنظام العشري هيساوي 1 1 C بالنظام السوداسي 10 يبقى امتلا باعة 18 هيساوي 1 1 C بالنظام السوداسي 10 ده بالنسبة لتحويل الاعداد الصحيحة من النظام العشري للانظمة المختلفة يبقى احنا كده عرفنا زي نحول من عشري لسنائي ومن عشري لسوماني ومن عشري لسوداسي عشري طب بقل افكار ايه تجيلنا تاني منساش انها هتعملنا مع كل اللي فات دوت او الثلاث امثلة اللي فاته كانوا اعداد صحيحة يعني مفيش علامة عشرية وبالتالي كله بشي بنفس النمط كل اللي احنا عملناه احنا كنا منغير المقسوم عليه على اساس النظام اللي احنا كنا عايزينه في السوناء كنا بنقسم على اتنين في السوماني بنقسم على تمانية والسوداسي عشر كنا بنقسم على ستاشر لكن طبعا لو افترضنا اننا جالي بقى وقم جالي عدد لكن فيه علامة عشوية مش عدد صحيح هنتعامل معه ازاي العلامة العشوية او الكس النسبي او العدد النسبي وهنتعامل ازاي مع العدد الصحيح العدد الصحيح هنتعامل معه زاي ما تعاملنا في التالية امثلة اللي فاته الجديد هنا العدد النسبي او العلامة العشوية تعالوا نروح للمثال اللي بعد كده ده حاول نفهم منه بيقول لي حاول العدد والعدد اللي موجود عندي هنا مية خمسة وعاشوين ومية خمسة وعشرين ده بالنظام الايه العشوي هو عايز ايه هو عايز يحوله لنظيره السنائي عايز يحوله لنظيره السنائي 25 يعني طمني يعني بس بالنظام العشوي عايز يحوله لنظيره السنائي هبتدي اعمل ايه بقى في الفكرة دي هده هشتغل بفكرة معاكسة تباما يعني الوقب او العدد اما كان بيجي لي على يساوي العلامة يعني فيش علامة يعني كان بيبقى عدد صحيح عدد صحيح يبقى كنت بأسم وباخد الباقي مش كده هنا بقى هبتدي هبتدي اعمل العكس هنا عشان احول اه وقم عشوي عدد عشوي مش هقسم بقى انا حضرب حضرب ايه حضرب برضو في اساس النظام يعني عدد صحيح كنت بأسم على اساس النظام كنت بحول في الصنائي بالعشري الصنائي بأسم على اتنين هنا هقسم على كام هنا حضرب في اتنين هنا حضرب في اتنين وهضرب ايه بالظبط في اتنين lureقم دايما الكسر اللي هو الرقم العشوي العدد العشوي اللي من العلامة طب خلونا نحلها مع بعد كده ونشوف الفكرة دي. انا عندي هنا باجي هنا دي مية خمسة وعشرين من الف. هضرب مية خمسة وعشرين الف في اه اتنين. اساسا النظام. خلاص. مية خمسة وعشرين من الف في اتنين. هتساوي ماشي. اه اتنين وايه? مية. خمسة وعشرين من الف في اتنين. هتساوي خمسة وعشرين في المية. يعني تمنف من اتنين اكيد هيساوي ايه? هيساوي ربح. طيب. خلصنا الخطوة دي هعمل ايه? ارجع اخذ الرقم ده. اخذ الكسر العشو ده. وهي يقول له كسر العشو لحد ده هاتفش رقم صحيح. ارجع اخذ الكسر العشو ده. تمام? هنا وابتدي اضرب الكسر العشو ده تاني. بس اللي هو بقى خمسة وعشرين من مية. اضربه برضه في اساس النظام. اللي هو اتنين. يبقى خمسة وعشرين في المية في اتنين. يعني ربع في اتنين. هيطلع نص. خمسة. من عشر. لسه ما بقاش اه وقم اه لسه الكسر مزال موجود معي مخلص. طيب. ارجع تاني اخذ الكسر ده. باشي. اللي هو خمسة من عشوة. وهذا في اساس النظام اللي هو اتنين. طيب خمسة من عشوة في اتنين. هيطلع لي بكم? هيطلع لي بي. هنا وصلت لحد ان الكسر العشو هنا بقى ايه سفر. خمسة من عشو في اتنين. يعني خمسة في اتنين بعشو. العلامة بعد وقم. يبقى العلامة هنا بعد وقم. يبقى انا وصلت هنا ان الكسر العشر هنا طلع ايه? لذا ما وصلت المحاتر الكسر العشر هنا. طلع سفر خلاص. يبقى سطوب با اتجعش بقى عدوب بتاع. هارد الرباء سفر في سفر. سفر في اتنين سفر في اتنين سفر. هيطلع لسفر في نية. انا وصلت دي اول حالة هنعب بقى الحالات وإحنا بنحل الامثلة عشان طبق المو أسهل. اول حالة عند الانتكسر العشر هنا اوصل سف. بعد ما لا يكسر العشر بتاع يوصل سف. انا هجيب بقى الوقام بقى اللي هنا اللي هي الصحيحة اللي كانت على يصار العلامة اللي قدامي دي خلاص وهيبقى فيها موسط وهيبقى فيها ليست برضو بس خلي بقى لنا بقى ان انا هبدأ بقى من هنا ايه يعني هبدأ من السفر هقول سفر علامة سفر سفر واحد علامة سفر سفر واحد يعني هنا عكس عملية اما كنت بحول من آآ سنائي لي آآ من عشرة سنائي وقم صحيح هنا بعمل العكس خلاص هو ده اللي هيبقى بعد العلامة اللي فوق هو اللي بعد العلامة على طول وبعدين ده اللي على يمينه وده اللي على يمينه يعني ده هو ده الموسط ماشي لعلى قيمة وده الاقل قيمة يبقى هنا مية خمسة وعشرين من الف في العشري هيساوي وهبتدي اقول علامة عشرية خلاص وآآ اخد الارقام بقى من فوق لتحت سفر صفر صفر واحد الرقم ده علامة عشرية صفر صفر واحد هيبقى هو بين سنائي ما يماثل مية خمسة وعشرين الف بالعشري ده مسال بسيط ان احنا ازاي نحول من سناء من آآ عشري لسنائي بس رقم السناء بتاعي خلاص او رقم العشري بتاعي هو كسر او آآ عدد نسبي في علامة عشرية آآ بكده تكون انتهت حلقة النهاردة اشوفكم في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة